جد للواسع حول مشاركة بعض الشخصيات السياسية والنواب في مؤتمرات خارجية وصفها البعض بأنها لا تنسجم مع المصلحة الوطنية صوت مجلس النواب على قرار حذر المسؤولين والسياسين من المشاركة في المؤتمرات الخارجية التي تمس أمن البلدي وسيادته إنها هي حرية الفرد مكفولة ولكن يجب أنه ما تتقاطع مع أمن المجتمع وأمن الدولة العراق يعاني من تحديات كبيرة عمليات إرهاب، مافيات دولية، تجسس، تحريض لتدمير المجتمع ولذلك يفترض وهذا في كل العالم أنه أي شخصية سياسية عندما تشارك يجب أن تعرف الجهة المنظمة هل هي معادية للعراق هل هي لها أهداف لتقسيم العراق وتدميرها بالتأكيد أنه أي عناصر عندما تعظر لهكذا أماكن ستكون وسيلة لتدمير البلاد ولا بد من منعها بل نذهب بعيدا من ذلك بعض المؤتمرات الناس لحضرته يجب أن يخضعوا للمسائل القانوني ويرى مراقبون أن قرار الحظر جاء متأخرا بل وأنه لا يلزم النواب بعدم المشاركة في هكذا مؤتمرات كونه قرار وليس قانون وكان من الأفضل على مجلس النواب محاسبة من شارك في المؤتمرات السابقة أنا أعتقد أن هذا القرار ليس في صفة إلزام من الناحية القانونية لأنه النواب أولى لديهم حصانة من الملاحقة القانونية إلا بالحالات الجنائية وجانب الآخر أنه هذه القضية جاءت متأخرة لأنه نحن منذ أكثر من عشر سنوات وعدد كبير من النواب يشتركون في مؤتمرات مشبوهة يعني تضرب السيادة العراقية ولم يتخذ إجراء فبالتالي من باب أولى أن يحاسب مجلس النواب الذين شاركوا في المؤتمرات السابقة قبل أن يتخذ قرارا لاحقا لذلك نعتقد أنه موقف سياسي يراد منه مجاملة بعض الكتل التي تضغط باتجاه إصدار هذا القانون لكن على مستوى الأثر لن يتحقق شيء وسيشاركون في المؤتمرات المقبلة لأنه ليس ملزم من الناحية القانونية هذا القرار هو قرار وليس قانون وعلى الرغم من القرار الذي صدر مؤخرا من قبل البرلمان العراقي بحظر مشاركة بعض السياسيين في مؤتمرات خارجية إلا أن هذا القرار وصف بالمتأخر بحسب بعض المتابعين لقناة الرشيد الفضائية غيث محمد بغداد